ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد دكتور خالد شمل خبير بوزارة الموارد المائية دكتور خالد مرحبا بك معنا إذن دكتور خالد وفيات وفقدان وتشريد كل هؤلاء ضحايا السيول أين استعدادات وزارة الموارد المائية بشأن كل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي من قناتكم الكريمة ومشاهدين الكرام موضوع التعامل مع السيول مرتبط بخطة إدارة الأزمات وخطة إدارة المخاطر التي تنفذ الوزارة جزءا منها لكن هذا الموضوع مرتبط بثلاث عامل رئيسية وأساسية العامل الأول هو كميات الأمطار الساقطة بدول الجوار أو داخل العراق التي تسبب في هذه السيول ومقدار تصاريف هذه السيول وحركته العامل الثاني هو غرافية المنطقة وطريقة الميول الجانبية والميول الطولية التي تحدد حركة السيول واتجاهها والعامل الثالث هو مدى الاستعدادات والخطة الموجودة موضوع السيول يفترض هناك خلايا أزمة مشكلة بكل محافظة معنية بهذا الجانب وخص المحافظات الحجودية وممثل وزارة الموارد المائية هو طرف في هذه الخلية أيضا وزارة الموارد المائية مستنفرة يعني جهودها وآلياتها وتشكلاتها فيما يخص هذا الجانب أنت تكلمين عن أمطار الأمطار عادة يخيل للبعض أن منفهوم السيول هو منفهوم مستمر السيول تحدث في وقت معين يعني في وقت معين ولفترة قصيرة بعدها تبدأ تنتهي يعني مثلا بعض السيول تصاريفها تصل إلى ألف متر مكعب بالثاني لكن بعد يوم واحد ينحسر هذا التصريف إلى خمسين متر مكعب بالثاني فيما يخص يعني فيما يخص محافظة ديالة نعم محافظة ديالة طبغرافيتها واضحة ومناطق التحارف مع الدولة الإيرانية واضحة وأكيد هناك فيما يخص محافظة قزانية يعني أعتقد وادي ترساق كمية السيول تصريف يزيد عن ثلاثمية متر مكعب بالثاني وهو تصريف يوازي تصريف نهر الفرات عند عبور مدينة الفلوجة هذا الأمر يطلب يعني جهود استثنائية أعتقد الموضوع يحتاج إلى قدرة الوحدة الإدارية المعنية المحافظة أو القضاءة والناحية على استنفار الجهود بالتنسيق مع وزارة المعارة المائية بالتنسيق مع القوات المسلحة مع أقوالهم الداخلي نعم دكتور خالد في كل عام كما تعلم حضرتك في كل عام تنكب القرى الحدودية مع إيران بالسيول ولا يوجد أي حلول جدية أين خلية الأزمة؟ لماذا لا يوجد هناك تخطيط؟ وحضرتك تقول أن السيول ليست دائمية تحدث مرة مثلا بوقت محدد طيب لماذا لا يتم تفادي كل هذه الكوارث؟ وهناك ضحايا وهناك مفقودين نعم عجيسي يعني موضوع التخطيط الحضرة والإقليمية لكل مدينة مرتبط بإدارة المحافظة المعنية يعني من الصعب تقديم المساعدة إلى قرية سكنية أو إلى دار سكني هذا الدار وهذه القرية منشئة ضمن ممر متوقع لحركة مياه السيول هذا جانب جانب الآخر أنه مفهوم إدارة الأزمة مفهوم موقع مفهوم يحتاج إلى تنبؤ إلى توقع وزارتنا نفذت عديد من مشاعر التوزيع والسيطرة فيما يخص موضوع حصاد المياه وإمرار السيول وإمرار مياه الأمطار إلى جانب معين يعني هذا مفهوم مرتبط بالأمن الوطني وليس فقط وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية تمثل جنب الفين من هذا الجانب هذا الأمر أيضا يقع على آتق الحكومات المحلية الأهالي المنظمات الأخرى الموسات الأخرى منذ 15 سنة والعراق غير قادر على إنشاء سد واحد يستفاد بموسم الأمطار منه أين تذهب أموال المشاريع؟ ولماذا لا توجد خطة استراتيجية لتحويل الكوارث إلى فوائد؟ تفضل نعم فيما يخص معلومة بناء سدود لا العراق يعني بعد خلال الخمسة عامة أخيرة نفذ مجموعة من السدود الصغيرة ومجموعة من السدود الخزنية اللي فيما يخص يعني موضوع حصاد حصاد الأمطار والتعامل مع الأمطار لكن هذا لا تكفي يعني هذا الجانب الأمر يحتاج لها تقصاد كثيرة يحتاج لها جلس نتناي يحتاج لها تابعة شوفوا الدولة العراقية يعني تاريخ الدولة العراقية من سنة 1920 لم تتعافى الدولة بالطريقة التي يمكنها أن تتعامل مع حسن الإدارة واتتعامل مع المعطيات والواقع الجغرافي فيما يخدم المصلح الأرقي فيما يحول الكوارث إلى فوائد نعم طيب ما هي خطط وزارة الموارد المائية المستقبلية في احتواء هذه الكوارث يعني وزارة الموارد المائية وزارة معنية بإدارة تنمية الموارد المائية ليست وزارة معنية بإدارة الكوارث وإدارة الأزمات هذا الموضوع مرتبط بجهد الهندسي للجهد الوطني للدولة فيما يخص الحكومة المركزية والحكومات المحلية والتسيق ما بينها وزارتنا معنية بتنفيذ منشات التوزيع والسيطرة لتقليل تأثير المياه ولتحويل حركة المياه نحو ياما الأنهر القريبة أو بحارات الخزن القريبة يعني مثلا يعني احنا هاليا عندما بدأت الأمطار وبدأت حركة الأمطار وزيادة ارتفاع المناسب وزارتنا بشكل عام لكل مديرات المارلمة في المحافظات كافة أوازت تقليل إطلاقات واحتواء هذه الكميات يعني موضوع الرية الأولى هي رية الأنبات تم تغطية هذه الرية بالكامل من مياه الأمطار ومن المياه الواردة من خارج الإرادات الطبيعية للمياه يعني وزارة المارلمة وفرت من الخزين استراتيجي ما يزيد عن مليارين متر مكعب استثمرتها من خلال مياه الأمطار ومياه السيول القادمة في تعزيز رية الأنبات هذا جانب الجانب الآخر أيضا قسم من هذه الأمطار اللي وردت ما يقارب 900 مليون متر مكعب تم تحويلها إلى بحرة خزين أو إلى أعملة النهر لكن إمكانيات الذاتية للوزارة لا يمكنها أن تحتوي كافة مياه الأمطار وكافة السيول أيضا هذا الموضوع مرتبط بجهد مرتبط بالوحدات الإدارية في المحافظات المعنية يعني في محافظة ديالة مثلا الأماكن المتوقعة لمرار السيول قد تتغير من وقت إلى آخر لكن يفترض أن هناك خلية أزمة لتعامل مع هذا الجانب مدير الموارد المائي في محافظة ديالة هو ممثل الوزارة في هذا الجانب نعم دكتور خالد شمال الخبير بوزارة الموارد المائية حدثتني من العاصمة بغداد شكرا جزيلا لك